يعني بما انك علامة فلك فيه فعلا ممكن فيه حاجة اسمها كيانات فضائية بسي ربنا لما ادى العلم لنا ادانا جزء وما قدتهم العلم إلا قليل جزء فمحدش عارب بكرة فيه دايما تقولي والله أعلم ليه لأن احنا مهما بلغنا من علم فإحنا ولا نعرف حاجة صح ساعات كده ببع ببعرف مجالات مختلفة فكنت ببعرف حاجة في الفضاء يعني احنا عايشين في مجرة من ضمن 200 مليار مجرة أخرى يعني فيه العديد من الأكوان غيرنا وفعلا لما جيت أقارن العلم بحاجة في الدين ان فعلا ربنا ان احنا بنمثله جناح بعوضة هو ربنا قال كده في الكرآن الكريم ده حقيقي يعني لما عدت بقى أقارن كده لقيته انه صح فعلا يبقى احنا ممكن يكون فيه كائنات غيرنا فعلا عايشة وفيه أكوان تانية عايشة ده نستفاد منه ايه بقى بوسي كل يوم العلم هيبقى فيه جديد وهتستفدي منه علميا والفرق ما بين الكران السابق والكران اللي احنا فيه ان الكران السابق كان كان الناس عندها شذوص فكري ميل للإلحاد يعني الناس ممكن تبقى آه عارفة ان فيه وجود ربنا بس مخاشرد تمام فيه حاجات الناس مش مزبوطة وفيه حاجات يعني الناس اعتقادها غلط تفكيراتها غلط فيه سورات فيه تمرد حصل كتير العشرين سنة اللي فاتت اللي هي من سنة الفين لالفين وعشرين ده كان فيه آه سورات وتمرد وغضب الكلام ده هيبقى حاجة تانية وجديد في اللي جاي ان شاء الله بإذن الله ونتمنى الأحسن والأفضل ولكن الصراعات اللي جاية صراعات ما بين القديم وجديد طب سؤال بقى دلوقتي الناس بيتناسبوا مثلا ايه انا عيد ميلادي يوم كذا وشهر كذا حلو يبقى انا برج كذا على طول لا طبع حلو انا بقى لما بيجي اتكلم مع الناس يعني مثلا ما حد يقول انا خمستاشر انا تمنتاشر حداشر انا برج العقرب طيب لأ انت ممكن ما تطلعش عقرب يعني انت ممكن تبقى لازم ساعة الميلاد ومكان بتاع الميلاد طب استاذا هيبا انا عايز اسأل حضرتك انت عمرك شفتي اطفال توقم متفقين في الصفات لا طب ليه هما مولودين ويعتبروا مع بعض ليه مش لان بيختلف احنا كل اربع دقايق بيختلف درجة الطالع الابراج اللي الناس يعني احنا نستطيع ان نقول ان الابراج اللي الناس فهميها انتوا فهميها بطريقة خاطئة بزبوط الله ينور عليك طب ايه الصح الصح بسي حضرتك لما الناس العلماء الادام اللي هما كانوا بيتكلموا ايام الفرعنة ولما كن بيعملوا موسم الفيضان وموسم الزراعة وموسم التجارة كانوا بيعتمدوا على ايه مش على حركة الامر ايه عشان يقدروا يعرفوا هل في طيارات للفيضان هل في ان احنا هل ده ينفع ان احنا نمشي في التوقيت ده في الصحرة عشان اللصوص والحاجات اللي بتبقى والقطع الطرق اللي كانوا موجودين فكانوا بيعتمدوا على الامر وعلى حركة الامر طب ده مش علم علم طيب لما نيجي نقول اللهم هما جوم العلماء القدماء قرروا ان هما يعملوا الكرة الارضية قسموها الاثناشر برج اللي احنا بنتكلم فيهم خط الطول وخط العرض ما دي حاجة وهمية الابرق كمان حاجة وهمية اشتركوا في القناة